شارعا لعبو المنتخب الوطني في تحذيراتهم بمركز سيديموسا تحسبا للمباراتين المقبلتين التي ستجمعهم بمنتخب طوغو ذهبا وإيابا لحساب تصفية كاسمم إفريقيا 2020 وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن خاذ لعبو المنتخب الوطني أمسية اليوم الاثنين أول حصة تدريبية لهم ضمن هذا التربص بمركز سيديموسا تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيج وشهدت الحصة حضور جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم في القائمة بما فيهم اللاعبين الجدد الحارس بوح الفايا والقادم من ألمانيا مستقبل الخضر إبراهيم مازا الذي شهد عليه الحياء والحشمة من جهة ومن جهة أخرى وقام بيتكوفيج بتقسيم اللاعبين إلى فوجين الفوج الأول تدرب بشكل عادي فوق المستطيل الأخضر بينما أجرى الفوج الثاني حصة خاصة داخل قاعد تقوية العضلات هذا وسيكون نعبو المنتخب الوطني هذا الثلاثاء على موعد مع تنشيط منطقة مختلطة للإدلاء بتصريحة إعلامية على أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة لمدة ربع ساعة لتصوير بعض اللقطات والتقاط الصور وأنتم مشاهدين ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بتعليق أسفل الفيديو ليصلكم الجديد فور نشره اشتركوا في القناة